بوس يا سيد سامسونج على جفلة في مصر كده نزلت الجالكسي اي 22 وكده يبقى سامسونج عندها اي 72 اي 52 اي 32 والاي 22 نازل يسد الجاب او الفجوة في فئة السعر من 3 الى 4000 جنيه اللي سامسونج يعتبر غايبة عنها شوية لانها عندها الاي 21 اس وده احنا بنرشحه تحت 3000 جنيه وعندها الاي 31 وده انا ما برشحهش اصلا وعندها الاي 32 وده سعره 3900 جنيه فمن اول 3 الى حد 3900 مكنش عندها موبايل كوي فالاي 22 نازل يسد الفجوة دي ولكن تسمع بقى مواصفات الاي 22 تستغربه كده يعني عندك شاشة املة 90 هرتز حلو جد ولكن دكتها HD بطارية 5000 ميلي امبير حلو جد ولكن كالعادة الشحن بطيء 15 وقت كاميرا خلفية فيها مسبت بصري وده ممتاز واول مرة نشوف فئة السعر ده ولكن تسمع دكت الكاميرا 48 ميجابيكس مش 64 فعارف انت الميكس الغريب ده فخلينا كده نجرب الموبايل ونشوف ايه موقفه ونقرنه بالريدمي نو 10 اس الموبايل قوي جدا اللي متواجد في نفس الفئة السعرية عشان نعرف مين اقوى بس عابل اي حاجة ايوا اعمل اللايك الجميل ويلا بينا نبدأ المراجعة الفيديو ده برعاية موقع لاكي ايجب دوت كوم اعلى موقع بيدي لكاش باك في مصر بيوصل لعشرين في المية في كل المواقع اللي بتحبها اونلاين زي سوق جوميا امريكان ايجل اتش ان ام ام امازون وغيرهم كتير وكمان دلوقتي فيه مسابقة لما تشتري من خلال لاكي ايجب دوت كوم ممكن تكسب تليفزيون سامسونج خمسين بوصة وهيتم الاعلان عن اتنين فايزين اخر الشهر على صفحة الانستجرام بتاعت لاكي مش بس كده موقع لاكي ايجب دوت كوم بيدي لك خمسين جنيه دي التسجيل تقدر تستفيد بها بعد اول عملية شراء اونلاين طريقة استخدامه وسهلة جدا اختر المواقع اللي حابب تشتري منه هتروح تشتري بالطريقة اللي انت متعود عليها عادي جدا ارجع على مواقع لاكي ايجبت هتلاقي الكاش باك بينزلك في حسابك في خلال سبعتاشر يوم وده يعتبر اسرع موقع في مصر بيرجع لك كاش باك ده غير انك تقدر تسحب الكاش باك كل شهر مش كل تلت شهور زي مواقع تانية فيه تلت طرق عشان تسحب الكاش باك بتاعك عن طريق حسابك في البنك او فراع امان او تقدر تستخدمه في وتشتري من المحلات المتاحة بالدفع بلاكي كمان تقدر تستفيد بعروض الكاش باك الاونلاين من خلال اختار الطريقة اللي تنسبك سواء الموقع او الابليكيشن وهسيب لكم لينك لاكي ايجبت تحت في الديسكريبشن يلا بقى بينا نرجع للفيديو علبة الموبايل غريبة شويتين هتلاقي فيها سماعة سماعة اوزب وما فيش جراب مش عارف لكده انا بالنسبالي مقدرش استغل عن الجراب بس ممكن اتصرف في السماعة ما علينا المهم لما نيجي نشوف تصميم الموبايل بعيدا عن اللون اللي السود اللي انا مش بحبه تماما بس انا ملقتش غيره كان هو الوحيد اللي نزل بس فيه الوان منه تانية نزلة ابيض واخدر وبنفسجي الموبايل كله بلاستيك في بلاستيك التصميم تقليدي ما فيهوش اي حاجة جديدة تماما وللاسف اللون اللي السود اللي هنا لامع قوي بيبان فيه التبسيم والخربيش وكمان مفيش جراب فالموضوع صعب شوية بص لازم بتتصرف في الجراب على طول عشان الموبايل ده مايتبهدلش منك الكاميرا الخلفية بارزة شوية عن ظهر الموبايل بس مش قوي ما تقلقش وزن الموبايل معقول مية ستة وتمانين جرام تخانة تمانية واربعة من عشرة ميلي الموبايل مش عريض خالص في الايد مسكته مريحة ما فيهاش اي مشاكل للاخر تصميم تقليدي ولو هتشتريه ما تجيبش اللون اللي السود اللي لو انت يعني بتحب اللي السود قوي انت حر نبص على الشاشة شاشة سوبر ستة واربعة من عشرة بوصة بنوتش مش سجب دقة اتش دي بلاس مع تردد بيوصل لاتسعين هيرتز حقيقي زي ما قلت لك اول الفيديو ميكس الشاشة هنا عجيب شوية عارف لو سامسونج كانت خلت الشاشة دي فول اتش دي وتسعين هيرتز برضو زي الجالاكس اتنين وتلاتين كان هيبقى جامد قوي بس طبعا طبعا لازم سامسونج تقلل في المواصفات لان اتنين وعشرين اقلي من اتنين وتلاتين مش محتاجة كلام يعني الحفة السفلية للشاشة هنا كبيرة شويتين كانت محتاجة تقل شوية وشكل النوتش قديم طبعا يعني دي مش محتاجة كلام الوان الشاشة كويسة جدا طبعا سوبر امليد وسطوعة عالية تحت الشمس ولكن كون ان الشاشة دي مش فول اتش دي يخليها تخسر لما تتحط في مقارنة مع شاشة امليد فول اتش دي بنفس السعر زي ريدمي نوت تن اس هتلاقي دكوت تفاصيل شاشة الشاومي افضل ولكن برضو حابب اوضح لك ان الشاشة بتاعت السامسونج هنا مش مبكسلة قوي في عرض المحتوى الشكوى اللي بقولها كتير لما برجع شاشته اتش دي عرض المحتوى هنا مقبول طبعا اقل من الفول اتش دي ولكنه مقبول لو انت مش هتقارن الشاشة هنا معليهاش سكرينة في العلبة كده هتشتري جراب وهتشتري سكرين الحسنة الوحيدة للشاشة هنا هي التسعين هرتز واللي لعبت دور مهم جدا في الاداء ولما نتكلم عن الاداء المعالج هنا ميديا تيك جي تمانين انا عارف واحد هيجي يقول لي دلوقتي ده موجود في موبايلات ارخص هقول لك ماشي بس انا عاوز افهمك ان ده نفس معالج الجالكسي اي اتنين وتلاتين الاغلى فسامسونج كده شايف انها عاملة معك الواجب وزيادة انها مخليها اتنين وعشرين بنفس معالج اي اتنين وتلاتين نوع زي كرة التخزين هنا اي ام ام سي فاي بوينت وان معرفش ليه سامسونج بتبخر علينا في الحاجات الاعلى مع انها مش مكلفة قوي ولكن نرجع للمهم اداء الموبايل ده مش متوافق تماما مع امكانياته انا توقعت الاداء يكون ضعيف لما سمعت المواصفات ولكن الاداء فعلا كويس وناعم وسريع ما وجاتش اي مشاكل في استخدام الموبايل ده اداء مستقر والتسعين هيرتز هيحسسوك ان الدنيا نعمة قوي في التنقل والتصفح يعني ما تفتكنيش ببالغ بس اه دي حقيقة اداء الموبايل فعلا في الاستخدام اليوم العادي كويس جدا الاداء الرسومي بتشتغل على هاي اتش دي مش هقولك ان ده احسن اداء هتاخده من باب جي بالسعر ده ولكنه معقول ما فيهوش مشاكل بس مش بالنعومة الكافية اللي هتاخدها من اي موبايل بمعالج ميدياتيك جي خمسة وتسعين زي الريدمي نوت تين اس والانفينيكس نوت تين برو هتمنى تكون في انتين كل في ديوتي بتشتغل على ميديم جرافيك بس مفيش اعلى من كده الموبايل هنا بيسخن شوية مع الالعاب بس مش بيولع نار يعني وسخنيته اقل شوية من نوت تين اس مع الضغط عليه وعموما اي موبايل يومين حر دول هيسخن طبعا مع الضغط الشديد عليه ولكن الموبايل هنا مش بيحصل له اختناق بعد الضغط عليه الفترة ولا حتى استيلاكوا للبطارية بيزيد الباصمة هنا على زرار باور وعاوزك تحمد ربنا عن نوتة دي لان اداءها سريع ومش بتغلط زي باصمة الشاشة وعلى فكرة زرار الباصمة ممكن تسحب عليه كده لتحته وتنزل سطارة الاشعارات الفيسال لوك كالعادة مش اسرع فسألوك في الفئة السعرية دي الموبايل هنا جاي باندرويد بواجهة سامسونج وان يو اي كور سري بوينت وان والكور يعني متشال منها المجلد الامن بتاع سامسونج بس فيه دول مسينجر عادي علشان تعمل نسختين من برامج التواصل هنا فيه ما فيهوش اشكال كتير بس موجود علشان يعرض لك الاشعارات على الشاشة المقفولة وفيه سامسونج مش بتتنازل في خاصية في في الموبايلات حتى ولو سعرها اقل ودي حاجة كويسة جدا وفيه مايك اضافي لعزل الدوش ماشي شغال الصوت بقى هنا مونو مش استيريو بيطلع من السماعة اللي تحت بس صوت متوسط او حتى اقل من المتوسط طبعا لو قرنتوا بقى اي موبايل استيريو هيخسر جامل مفيش هنا بقى سنسور اضاءة حقيقي الموبايل بيستخدم الكاميرا الامامية علشان يقدر يحدد الدول محيط بيك وبناء عليه حدد صوتها الشاشة بص انا ما حستوش بيتاخر قوي ولا عامل ازمة بس انا مش عارف ليه سامسونج بتشيل السنسور هل هو غالي يعني سنسور التقارب بتاع قفل الشاشة بقى على ودنك وانت بتعمل مكالمة هنا برضو هو بيقفل الشاشة على ودنك فعلا وانت بتعمل مكالمة بس بيتاخر شوية لما تشيله من على ودنك وانا الاهم عندي انه يقفل الشاشة عشان ما يحصلش اي اوامر غلط وانت بتعمل مكالمة الموضوع ده بيتسبب في كوارس انا عارف موبايل ده لا بيقفل الشاشة كويسة والموبايل كمان في تسجيل مكالمات شبكات الواي فاي كالعادة متوسطة بيفلتر الشبكات البعيدة قوي عنها ولكن شبكات الاتصال هنا كويسة جدا جدا في تحسن رهيب في اداء الشبكات في موبايلات سامسونج في عشرين واحد وعشرين دي حاجة متفق عليها بطارية الموبايل هنا خمس تلاف ميلي امبير بطارية اداء قوي تستحمل معاك تمن تسع ساعات وكتر شاشة مفتوحة وانت مشغل تسعين هرتز طبعا عشان الشاشة ايدش دي فبتوفر معاك شوية في الاستهلاك وعموما الاستهلاك هنا حلو قوي ومن نقط القوة في الموبايل ده ولكن كالعادة الشاحن المرفق مش بالسرعة الكافية خمستاشر واط بس بيشحن البطارية في ساعتين وشوية كالعادة سامسونج مش عاوزة تكرمنا في موضوع الشواحين ده لحد دلوقتي انا مش عارف برضو ليه الكاميرات بقى الكاميرا الخلفية بمثبت بصري حقيقي حناشوف موضوع المثبت ده كمان شوية والتانية تمانية ميجا بيكسل فتحة على ساعة طوب وينتو للتصوير الواسع والتالتة اتنين ميجا بيكسل مكرو والربعة اتنين ميجا بيكسل عزيز والسيلفي تلاتاشر ميجا بيكسل فتحة على ساعة طوب وينتو بص يا بايش انا هكارن اتنين وعشرين بالريدمي نوت تين اس على طول في الكاميرات هنلاقي اول حاجة النقط بالتفوق لشاومي في معالج التصوار في الشمس. الديناميك رينج احسن. السامسونج لون الجلد لسع شوية. في الضلة اللي اتنين بيعالجوا كويس. بس الوان سامسونج احلى. بس لما نعمل زوم هنلاقي تفاصيل الشاومي اكتر شوية مهاربعة وستين قصات تمانية واربعين. البرترية عجبني اكتر في السامسونج تحسه مضبوط شوية كده في الاص عن شاومي. الصورة دي اللي اتنين كويسين بس لون السماء ولون الشجر افضل شوية في السامسونج. لون المبنى هنا بقى طالع حقيقي جدا في السامسونج زي ما عيني كانت شايفان. الشاومي الاتش دي ار غير الالوان شوية. اضاءة داخلية بقى. شكل الصورة من بعيد كده سامسونج احلى ولكن لما نعمل زوم هنلاقي لسه شاومي متفاوقة في التفاصيل. بس لون الجلد غامق عن الطبيعي شوية. نايت مود بقى. الشاومي مقال الجامد الهايلايتس. وده مؤثر على شكل الصورة النهائي. السامسونج لأ سايب الدنيا كده زي ما هي. الاتنين مقبولين وبتعديد بسيط تخليهم زي بعض. ولكن لما تعمل زوم هنلاقي المثبت البصري في السامسونج الحمد لله بدأ يعمل حاجة. اشتغل. وبيقدر ياخد اكتر من صورة سابتة كده ويدمجها وبيطلع لك صورة نايت تفاصيلها اكتر. ودي صورة تانية عجبني اللوك النهائي لسامسونج عن الشاومي. باختصار كاميرا السامسونج معقولة في المعالجة والالوان والنايت مود ولكن ينقصها انها تكون اربعة ستين ميجا او يعني التفاصيل تكون ازياد شوية. السيلفي في اضاءة عالية لسامسونج ما عجبنيش قوي. حسيت شاومي الصور فيها احسن والشاربنس مزبوط اكتر. انما سامسونج كمان حسيت ان لون البشرة بقى هتان شوية. ده باين في اكتر من صورة في الشمس والضمن. لما ندخل بقى اندور في اضاءة داخلية يعني هنلاقي سيلفي شاومي بيقل كتير. وسيلفي سامسونج بقى احسن شوية وبيقدر يتفوق. والنايت مود السيلفي في السامسونج جامد وتقدر تاخد بيه صور كويسة. بس محتاج تثبت ايدك كويس واحسن من الشاومي. من الاخر سيلفي سامسونج محتاج تحديث يزبط شوية الالوان في الشمس. وهدهو معقول في الاضاءة الداخلية او النايت مود. اسيبكم مع تصوير الفيديوهات. بالنسبة لتصوير الفيديوهات بالجالكس اتنين وعشرين فهو اخره في تصوير الفيديوهات بالكاميرا الخلفية على الف تمانين بس. نفيش فور كيه مع ان فيه نفسين كتير في الفاقة السعرية من تلات لاربع تلاف جنيه بيسوروا فور كيه. ولكن امر واقع خلاص. سامسونج اي اتنين وعشرين اخر الف تمانين بس. ودي الجودة اللي انا بصور عيون بلوقتي. يعني اختبر السبات طبعا اكيد في سبات ده في مسبب البصر يعني. هنشوف السبات عامل ايه? هنشوف التفاصيل والسوت. لان زي ما قلت لكم فيه موايك اضافي. بالنسبة الاسعار. النسخة الاربعة وستين واربعة تلات تلاف وربعمية جنيه. النسخة المية تمانية وعشرين وربعة تلات تلاف وسبعمية جنيه. النسخة المية تمانية وعشرين وستة بابعة تلاف جنيه. وين فيعترك بركب BMW شارحتين اتصال مع بعض. قبل ما اقول لك رأي بس حابي باقول لك حاجة ان الاسعار دي والموبايل لسه نازل. وانا ما نصحكش تماما تماما تشتري الموبايل ده بلاسعار دي. لان اصلا الموبايل كده سعره تقريبا زي سامسونج اي اتنين وتلاتين ويمكن اغلى حاجة بسيطة كمان. و اي اتنين وتلاتين اعلى منه على الاقل في ضكة الشاشة. اصبر شوية وال اي اتنين وعشرين سعره هيقل على الاقل على الاقل تلتمية ربعمية جنيه في المحلات. ولما سعره يقل واقل لنسخة منه توصل في حدود تلات تلاف ينيه الموبايل ده هيكون اختيار كويس لمحبي سامسونج اللي عاوزين براند مضمون. موبايل ما فيوش مشاكل ولا وجع دماغه. وبديل معقول جدا عن السامسونج جالاكسي ام واحد وعشرين اللي ما بقاش موجود واحسن في وجهة نظري من الجالاكسي اي واحد وتلاتين. انما هو بسعره الحالي لما تحط في مقارنة مع الريدمي نوت تين اس خسر في جوزئيات مهمة كتير. اهم مع شكل التصميم النهائي. دكت الشاشة المعالج. نوع زاكرة التخزين. الصوت. سرعة الشحن. كلها حاجات قوية جدا. خلت كافة الريدمي نوت تين اس تغلب. ولكن زي ما قلت لك انا بس كنت بقارن كده عشان اوضح لك ال اتنين وعشرين موقفه ايه بالنسبة لريدمي نوت تين اس بسعره الحالي. ولكن زي ما قلت لك لما سعره يقل ويوصل تلات تلاف جنيه الموبايل ده هيكون اختيار كويس جدا. بس كده اما خلص نتنساش بقى ايوة تعمل ايه تعمل اللايك الجميل لو معدش الاول وتكتب كومنت وتقول لنا ايه رأيك في الجالاكسي اتنين وعشرين والسعر المنطقي اللي الموبايل ده لو بقى بيه ممكن تفكر تشتري وتأكد انك عامل سبسكرايب في قناة موبيزل وتفعل الجرز علشان تشوف مراجعات جديدة الموبايلات اول باول سلام